وانا اذكر لك مثل غريب وقع لي هذه السنة الا وهو انني في الحرم المكي الشريف عندي درس في سطح الحرم بعد صلاة الفجر فاتي قبل الصلاة قبل الاذان واذا اذنت صليت السنة كان بجواري شخص يصلي سنة الفجر فاطال فيها فلما فرغ سلمت عليه ونصحته لله وقلت السنة والافضل في سنة الفجر ان تخفف فقد قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين فتبسم وقال لي ما علمت قالنا من الدولة الفلانية ونحن في هذه الدولة لا نأمن على انفسنا والله لا نطمئن في الصلاة كل صوت يزعجنا ويقلكنا نؤدي الصلاة بسرعة بسرعة خوفا من ان يحدث لنا شيء او يحدث اهالينا في بيوتنا وبالتالي لم اشعر بالطمئنين في الصلاة الا عندما قدمت الى الحرمين الشريفين ومن ثم يستشعر الانسان هذا المعنى الذي يعيش الانسان فيه بفضل الله عز وجل ثم بفضل الولاية التي نحن فيها واذا شهدت احوال من في الحرم كثرتها الوافدين من دول العالم شتى وكلهم يؤدي هذه الفريضة بسكون وطمأنينة هذا داخل وهذا خارج هذا طائف وهذا معتمر وهذا مصلي وهذا يطعم الطعام وهذا واستشعرت ما بينهم من الالفة حتى مع اختلاف الوانهم واختلاف لغاتهم واختلاف بلدانهم كأنهم اعظم من الاخوة الاشقاء فبالتالي يستشعر الانسان فضل الله عز وجل علينا بهذه الولاية التي سكنت بها الامور ثم نستشعر ان من فضل الله علينا ان التوحيد هو الظاهر فلا توجد المظاهر الشركية ولا توجد المظاهر البدعية وإنما الناس يؤدونها على وفق ما كان صلى الله عليه وسلم يؤديها هذه العبادات